بعد سنوات من استعادة السيطرة الحكومية على المدينة لا تزال معاناة سكان الموصل متواصلة حيث ألقاض المنازل التي هدمت فوق رؤوس ساكنيها في أثناء الحرب ولم ترفع حتى اليوم تعمير ويقف صفر لأن الحكومة لا يشعر شيء من الحكومة يعني لا ست مثل إذا دي سير عمر عن طريق الحكومة غير الحكومة تجي تدعمه بالبيت مثل ما يقولي يبعثون علينا الثاني شيء ستتلم معاملات التعويض ليس ما طعوا العالم تعويضات من عاد من السكان إلى الموصل لم يجد أبسط الاحتياجات والخدمات كما لم يجد مصدرا مناسبا للرزق كرباء ماكو كل المولدات والمولدة قلوها المولدة صارت قالية الأنبير 13 و14 وما عنده ما يصير هيت شيء وإحنا عمالة ونشتغل من الصبوح وهذا العامل شغله موقت نهار يشتغل عشر ما يشتغل والله الماء كله عن نشتري شراية كل شراية بالدبابي نوبا يجيني وتناكر التنكيب خمسة الله مفوق ما يقبلها وبالطبع إذا ما نظرت إلى التصريحات الحكومية عن تقصيصات مالية لعادة الإعمار ثم نظرت إلى الواقع في الموصل على الأرض يبدو شبح الفساد مسيطرا على المشهد موازنة لم يكن هناك موازنة الموصل هذه المنطقة المقديمة كلها خراب هذه موازنة أربعة سنين من الموصل ويني؟ ويسا ما تروح الفلوس؟ كلها ترفلان والعلان وكلها تنباق هذه الناس على أقل بس ننقاض هاي جون يشيلوا يفتحون هذه المنافذ كلها يأسسون المجاري هاي السواق تطلع تنفتع يصير حركة سين الناس فوت تطلع بالمنطقة أما عن أمنيات سكان الموصل فهي أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها ويتوقف الفاسدون عن نهب مخصصات إعادة الأعمار في المدينة هي الدولة اللي تأسس خدمات أنه الأعمار من المنطقة القديمة يرجع أعمارها يرجع مركز باب الطوب أهل المحلات تفتح ثلاثة أربعة أهل المحلات ما يفتحون لأن المنطقة القديمة معزلة كلها كلها ملغية لا يوجد بيوت لا يوجد نظام أعمار جديد تتواصل معاناة سكان الموصل إذن وتتفاقم في ظل فساد وإهمال حكومي بات يسيطر على مجمل الوضع في المدينة وفي العراق كله